بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيميا 2 بإذن الله اليوم سنكمل حسابات كيميائية المقصود بالحسابات كيميائية تابع علاقة المول بالجسيمات الجزء الثالث نرحب أولا بأستاذنا بدر الحمود معلم لغة الإشارة ومعكم معلمتكم العنود الاعتابي لنسترجع الفكرة العامة لهذا الفصل تؤكد العلاقات بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة في تفاعلات كيميائية صحة قانون حفظ الكتلة لدينا 6 دروس وصلنا إلى الدرس الثالث بدأنا فيه في الحصتين الماضيتين واليوم بإذن الله سنكمل هذه الحصة ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تعلمنا المقصود بالحسابات الكيميائية أكملنا العلاقة بالعلاقة المول بالجسيمات وأيضا حلينا المسائل اليوم سنتعلم كذلك المقصود بالحسابات الكيميائية سنكمل علاقة المول بالجسيمات الجزء الثالثة سندخل في نسبة المولات حل مسائل تدريبية الخلاصة وحل أسئلة التقويم مراجعة الدرس الماضي اطلب من زميلك أن يكتب ورقة معادلة كيميائية موزونة ثم أنت كذلك تكتب على ورقة معادلة كيميائية موزونة ثم قوم بتبادل الأوراق وقوم بالتصحيح لبعضكما حاول أن تستخرج عدد الجسيمات عدد المونات وقانون تطبق قانون حفظ الكتلة أهدافنا انتهينا من الهدف الأول وصفنا العلاقات من خلال المعادلة الكيميائية الموزونة بإذن الله اليوم سنحقق الهدف الثاني وهو نذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية الموزونة مراجعة المفردات المواد المتفاعلة التي تبدأ أو يبدأ بها التفاعل الكيميائي ونسترجع مع المواد الناتجة هي التي ينتهي فيها التفاعل الكيميائي مفرداتنا الجديدة لحسابات كيميائية وانتهينا منها اليوم بإذن الله النسبة المولية فكرتنا الرئيسية تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كمية المادة الناتجة تطرقنا لهذا التفاعل وهو نوعه تفاعل احتراق يتفاعل وتحترق الشمعة هنا وينتهي هذا التفاعل إذا احترقت الشمعة تماما أو قمنا بالنفخ عليها هنا ينتهي التفاعل لنسترجع معنا الحسابات الكيميائية وهو دراسة العلاقات الكمية قلنا الكمية أي أرقام وأعداد إذن دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي تحتمد الحسابات الكيميائية على قانون حفظ الكتلة قلنا ما هو قانون حفظ الكتلة ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي طبعا تتساوى كمية المواد الناتجة عند نهاية التفاعل مع كمية المواد المستخدمة في بداية التفاعل لذا فإن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة ندخل الآن في نسبة المولاد تعلمنا أن المعاملات في المعادلات الكيميائية تظهر العلاقات بين مولاد المواد المتفاعلة ومولاد المواد الناتجة تستطيع أن تستخدم العلاقات بين المعاملات لاشتقاق عوامل التحويل المسمى بالنسبة المولية فما المقصود بالنسبة المولية؟ النسبة المولية هو نسبة بين أعداد المولاد لأي مادتين لأي مادتين نسبة يعني كسر إذن مادة في البسط ومادة في المقام إذن لأي مادتين هاتين المادتين موجودتين في المعادلة الكيميائية وشرطها أن تكون موزونة الشرط أن تكون موزونة إذن لم تكن المعادلة موزونة بالتالي النسبة المولية ستكون خطأ إذن لابد أن تكون المعادلة موزونة ووزن صحيح إذن نعيد التعريف هو نسبة نسبة يعني كسر إذن هو نسبة بين أعداد المولاد لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة يعني يوضح لدينا الشكل التالي والفيديو التالي تفاعل البوتاسيوم K مع البروم بي آر لتكوين بروميد البوتاسيوم الكي بي آر لنشاهد التفاعل طبعا لأنه ينتج غازات شديدة قمنا بالتغطية لدينا في الأسفل البوتاسيوم والبروم بما أنه سائل فسيكون في حقنا في الأعلى فلاحظ معي التفاعل شديد جدا ويحدث نوعا ما انفجار في داخل هذا الصندوق إذن في الشكل 9-1 يتفاعل فلز البوتاسيوم وهو المادة الصلبة الموجودة في الأسفل مع سائل البروم بشدة لتكوين المركب الأيوني بروميد البوتاسيوم لاحظ معي التفاعل الشديد هنا البروم هو أحد العنصرين السائلين عند درجة حرارة الغرفة ما هي العناصر السائلة في الجدول الدوري؟ أولا البروم ثانيا الزئبق أحسنتم إذن الزئبق هو العنصر الآخر البوتاسيوم هو يقع في المجموعة الأولى في الدورة الرابعة فهو فلز نشط جدا فهنا حدث التفاعل لاحظ معي معادلة التفاعل بوتاسيوم مع البروم طبعا البروم من الجزئات الثنائية فيكتب بر 2 أعطاني كي بي آر لنحقق الوزن لابد أن نضرب المعاملات في 2 حتى نقوم بالوزن فنلاحظ هنا البروم 2 هنا أصبح البروم 2 بالتالي تغير معنا البوتاسيوم فلابد أن نضع هنا 2 حتى تكون المعادلة موزونة طبعا المادة هذه بروميد البوتاسيوم يستعملها للطباء البيطريون ويستعمل للطباء البيطريون الملح الأيوني الناتج عن هذا التفاعل وهو بروميد البوتاسيوم دواء مضادا للصرع عند الكلاب والقطة نلاحظ في الصورة الأولى الكلب وهو في حالة صراحة نستخدم للطباء هذا الدواء لعلاج الصرع عند الحيوانات الآن السؤال أي نسبة مولية يمكن كتابتها لهذا التفاعل؟ أي نسبة مولية يمكن كتابتها لهذا التفاعل؟ هذا هو التفاعل 2 من البوتاسيوم زاد البي ار تو طبعا البي ار هنا في حالة سائلة البوتاسيوم في حالة صلبة أعطاني 2 من بروميد البوتاسيوم والناتج طبعا في حالة صلبة إذن نستطيع بدءا بالبوتاسيوم المتفاعل كتابة النسبة المولية التي تربط بين مولات البوتاسيوم ومولات المادتين الأخرين إذن سنبدأ بالبوتاسيوم مولاته 2 ومولات المادتين الأخرين هنا لم يكتب شيء إذن واحد وهنا 2 إذن نسبة المولية هنا لدينا 3 مواد مادتين في المواد المتفاعلة ومادة في المواد الناتجة سيعطيني 6 كسور من النسبة المولية الأولى البوتاسيوم سيربط بين البروم وبروميد البوتاسيوم إذن تربط طحت النسبة المولية بين مولات البوتاسيوم لأننا بدأنا فيه هو مولات البروم المتفاعلة وهذا هو الكسر الأول 2 مول من البوتاسيوم على 1 مول من البروم من أين أتيت بال2؟ المعامل من أين أتيت بال1 فنان لم يكتب إذن هو 1 إذن 2 مول من البوتاسيوم على 1 مول من البروم الكسر الثاني في حين تربط النسبة الأخرى مولات البوتاسيوم المتفاعلة مع مولات البروميد البوتاسيوم الناتجة إذن البوتاسيوم مع بروميد البوتاسيوم إذن نكسر الثاني 2 مول من البوتاسيوم أيضا 2 مول من بروميد البوتاسيوم إذن كأنني ثبت الباصد وقمت بتغيير المقام لاحظ كأنني ثبت الباصد للبوتاسيوم وقمت بتغيير المقام مرة بروم ومرة بروميد البوتاسي وطبعا ستتغير المولات حسب الموجود عندي في المعادلة إذن أنا قلت لدي ثلاث مواد ثلاث مواد اثنتان من المتفاعلة وواحد في الناتجة إذن سيعطيني ستة كسور سيعطيني ستة كسور هذا واحد هذا اثنان ننتقل إلى الشريحة الأخرى تربط إحدى النسب المولية بين مولات البروم وبين البوتاسي وأيضا بين البروم وبروميد البوتاسي إذن الكسر الثالث سنثبت كذلك الباص لم يكتب شيء هنا وإذن هو واحد واحد مول من البروم على اثنين مول من البوتاسي هذا الكسر الثالث الكسر الرابع أيضا كأنني ثبت الباص واحد مول من البروم قمت بتغيير المقام الآن انتقلت إلى المواد الناتجة هنا 2 إذن سأقول 2 مول من بروميد البوتاسيوم بقي لدي نسبتين النسبتين الخامسة والسادسة ستكون بين مولات بروميد البوتاسيوم والبروم وأيضا مولات بروميد البوتاسيوم والبوتاسيوم إذن الكسر الخامس سنثبت الآن البصد هذا الخامس 2 مول من بروميد البوتاسيوم على 1 مول من البروم الكسر السادس أيضا كأننا ثبتنا البسط ونقول 2 مول من بروميد البوتاسيوم على 2 مول من البوتاسيوم إذن ماذا فعلت؟ أثبت البسط لكسرين وأغير المقام أو حتى العكس تثبت المقام وتغير البسط ستعطيك نفس النتيجة إذن تحدد هذه النسب الست على قاتل مول في هذه المعادلة إذ تشكل كل مادة من المواد الثلاث في المعادلة نسبة مع المادتين الأخرين ماذا أستفيد منها؟ أستفيد منها في الحسابات الكيميائية بعد ذلك في الدروس القادمة بإذن الله إذن ماذا قرأت؟ حدد المصدر الذي تشتق منه النسب المولية للتفاعل الكيميائي ما هو المصدر الذي اشتقينا منه النسبة المولية للتفاعل الكيميائي؟ تشتق من ماذا؟ مشتقة من المعاملات في المعادلة الكيميائية والشرط أن تكون موزونة إذا لم تكون موزونة بالشكل الصحيح ستصبح النسب خطئ والنسبة المولية هي النسبة بين أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة تطبيق عند وضع قطعة من الكالسيوم الصلب في أنبوض اختبار لاحظ هنا الكالسيوم يحتوي على HCl هو حمض الهيدروكلوريك بتركيز ثلاثة مولار ينتج كلوريد الكالسيوم لاحظ معي هذا هو الكالسيوم يقع في المجموعة الثانية الدورة الرابعة لاحظ ماذا تم في التفاعل عدده الدري 20 إذن هنا تصاعد غاز الهيدروجين أكتب المعادلة اللفظية معادلة اللفظية قلنا كالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك ينتج كلوريد الكالسيوم إذن سنقول كالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك ينتج كلوريد الكالسيوم وغاز الهيدروجين أكتب المعادلة الرمزية الموزونة المعادلة الرمزية الموزونة كالسيوم مع اله سي أل عطاني كلوريد الكالسيوم واثنين من الهيدروجين للوزن هنا اثنين هيدروجين إذن سنضرب اله سي أل في اثنين تغير معي الكلور طبعا في الصيغة الكيميائية الصحيحة لكلوريد الكالسيوم هو اثنين فسنقوم أيضا ب لو بدأنا هنا بالكلور أولا سيكون هنا اثنين إذا لابد من الضرب اثنين إذا ضربت هنا في اثنين ستكون النتيجة المعادلة موزونة السؤال الآن استخرج من هذه المعادلة استخرج من هذه المعادلة نسبتين موليتين حاول أن تطبق الآن واستخرج لاحظ معي مادتين متفاعلة ومادتين ناتجة إذن عندي أربع إذن كم كسر سيكون هنا؟ كم كسر سيكون هنا؟ قبل قليل كانت ثلاث مواد ثنتين متفاعلة وواحد ناتجة فأعطاني ستة الآن استخرج كم كسر سيكون في هذه المعادلة استخرج منها فقط اثنين ننتقل إلى الشريحة الأخرى لاحظ أن عدد النسبة المولية التي يمكن كتابتها لتفاعل يحوي N من المواد إذن N ضرب N نقص واحد لذا فإن التفاعلات التي فيها أربعة وخمس مواد يمكن كتابة 12 للأربعة على التوالي طبعا و20 للخمسة نسبة مولية منها على التوالي لاحظ معي التفاعل الذي فيه أربع مواد سيعطيني 12 كسر والذي فيه خمس مواد سيعطيني 20 كسر كيف ستتوقع ذلك؟ عن طريق هذه العلاقة N ضرب N نقص واحد إذا كانت N مثلا بالخمسة ستعوض سيعطيني الناتج 20 مساء التدريبية سؤال 32 حدد النسب المولية جميعها لكل من المعادلات الكيميائية الموزونة الآتية سنقوم بحل A ألمنيوم مع الأكسجين أعطاني أكسيد الألمنيوم عند الوزن هنا أربعة وهنا أربعة ألمنيوم هنا ستة وهنا ستة أكسجين إذن المعادلة لدي موزونة إذن المواد هنا ثلاثة الكسر ستكون ستة أولا سنثبت المقام هنا غيرنا سنقوم بتثبيت المقام ثلاثة مول من الأكسجين ثلاثة مول من الأكسجين إذن الأكسجين ستكون نسب بينه وبين مرة بين الألمنيوم ومرة بين الأكسيد الألمنيوم الألمنيوم أربعة إذن أربعة مول من الألمنيوم هنا في الكسر الثاني اثنين مول من أكسيد الألمنيوم إذن هذا هو الكسر الخاص والمقام في الأكسجين الكسر الثالث والرابح نثبت في المقام أكسيد الألمنيوم نفس الطريقة سيكون مرة مع الألمنيوم مرة مع الأكسجين فيكون أربعة مول من الألمنيوم هنا ثلاثة مول من الأكسجين هذا الكسر الثالث والرابح الكسر الخامس والسادس نثبت المقام وهو الألمنيوم أربعة أربعة مول من الألمنيوم مرة البسط سيكون اثنين مول من أكسيد الألمنيوم مر البسط في الكسر السادس ثلاثة مول من الأكسجين إذن الآن لدي ستة نسب مولية لهذا التفاعل تحفيز زين المعادلة الآتية ثم حدد النسب المولية الممكنة هنا في هذا السؤال لم تكن المعادلة موزونة أولا سنقوم بالوزن لنلقي نظرة الآن عليها ما المواد الموجودة فيها أولا وقعت عيناي على الكلوريد الخارسين 2 وهنا 1 أبدأ بالبداية بالكلور لأن الصغة هنا ثابتة لا تتغير فإذا قلت أنه 2 كلور سأقوم بالضرب فيه 2 سيعطيني الكلور 2 تغير معي الهيدروجين وأصبح 2 وهنا 2 إذن توازن الزينك 1 وهنا الزينك 1 موزون والأكسجين واحد والأكسجين واحد إذن أصبح موزون إذن فقط التغيير في أج سي أل هنا لدي أثنان إذن المعادلة الموزونة زد أن أو زاعد تو أج سي أل رح يطيني زد أن سي أل تو زاعد الأج تو أو الآن الجزء الثاني من السؤال النسب المولية طبعاً أنا عندي هنا أربعة مواد ثنتان متفاعلة ثنتان ناتجة سيعطيني 12 كسر لاحظ هنا ثبتت الباست اللي هو أكسيد الخارسين في الباست مثبت فيهم كلهم الآن سيكون المقام هو الذي يتغير مرة الأج سي أل فلاحظ هنا اثنان مول من الأج سي أل مرة أكسي أل عفواً كلوريد الزينك فيكون هنا بما أنه لم يكتب شيء فهو الواحد إذن واحد مول من كلوريد الزينك والكسر الثالث واحد مول من الماء هذه الكسور الثلاثة الأولى الكسور الثلاثة الثانية هنا ثبتنا الـ HCL لاحظ معي في الباست مثبت الـ HCL المقام هو الذي يتغير إذن مرة أكسيد الخارسين مرة كلوريد الخارسين ومرة الماء ويتغير معي عدد المولات طبعاً هنا بالصدفة أصبحت هنا واحد إذن هذه الكسور الـ 6 الأولى ثم نثبت كلوريد الخارسين في الباست في الباست سيتغير معي المقام بنفس الطريقة فسيعطيني الكسور الثلاثة وأخيراً الكسور الثلاثة المتبقية من 12 كسر ثبتنا الماء لاحظ معي ثبتنا الماء والمقام هو الذي يتغير إذن الآن استخرجنا 12 كسر من هذه المعادلة لتصبح بسيطة عليك ثبت الباست أو ثبت المقام وقوم بالتغيير في الآخر الخلاصة تفسر المعادلة الكيميائية الموزونة على أساس المولات والكتلة والجسيمات الممثلة ما المقصود بكلمة جسيمات ممثلة سبقاً تطرقنا إليها في السنة الأولى من الثانوية يقصد في الجسيمات ذرات أو جزيئات أو وحدة صيغة كيميائية يطبق قانون حفظ الكتلة على التفاعلات الكيميائية جميعها الجزء الثاني من هذا الدرس تشتق النسب المولية من معادلة الكيميائية الموزونة ترمز كل نسبة مولية لنسبة عدد مولات إحدى المواد المتفاعلة والناتجة لعدد مولات مادة أخرى متفاعلة أو ناتجة في التفاعل الكيميائي التقويم سؤال 34 في الكتاب المدرسي مختص بالفكرة الرئيسة قارن بين كتل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي ووضح العلاقة بين هذه الكتل الجواب تشير معاملات المعادلة الموزونة إلى العلاقة المولية بين كل زوج من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة السؤال الثاني الذي يلي حدد عدد النسبة المولية التي يمكن كتابتها لتفاعل كيميائي يوجد فيه ثلاث مواد إذن سيعطيني الـ N تساوي ثلاثة N ضرب قوس واحد ناقص الـ N سيعطيني ثلاثة ضرب اثنين إذن ستة نسب مولية صنف طرق تفسير المعادلة الكيميائية الموزونة الجسيمات هي الذرات الجزيئات وحدات الصيغة المولات والكتلة سؤال تسعة وثلاثين نمذجة اكتب النسبة المولية لتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسوجين لاحظ معي الهيدروجين والأكسوجين سيعطيني الماء ارسم ستة جزيئات هيدروجين تتفاعل مع العدد المناسب من جزيئات الأكسوجين ثم وضح عدد جزيئات الماء المتكونة طبعا الكسور هذه هي الكسور الستة لاحظ معي ثبتنا البسط هنا غيرنا المقام ثبتنا البسط هنا غيرنا المقام ثبتنا البسط هنا وغيرنا المقام واستخرجنا ستة كسور طبعا 2 مول من الهيدروجين على 2 مول من الماء هنا 2 مول من الهيدروجين على 1 مول من الأكسوجين هنا 1 مول من الهيدروجين على 2 مول من الماء هنا 1 مول من الهيدروجين على 2 مول من الهيدروجين هنا 2 مول من الماء على 1 مول من الهيدروجين هنا 2 مول من الماء على 2 مول من الهيدروجين إذن قلنا للتبسيط تبت البصب أو تبت المقام وغير الآخر إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته